اشتركوا في القناة التوجه بشكل مباشر لتلقي اللقاح من دون تسجيل ألكتروني ونؤكد مجددا على أهمية أخذ التطعيم للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس نحف فئة كبار السن والحوامل والمرضعات وذوي الأمراض المزمنة على المبادرة لأخذ التطعيم حفاظا على سلامتهم وسلامة الجميع ونشير هنا إلى أنه يمكن لكبار السن البالغين من العمر سبعين عاما فما فوق التوجه مباشرة إلى المراكز الصحية لأخذ التطعيم دون الحاجة للتسجيل الألكتروني كذلك نؤكد أنه من المهم على أصحاب الأمراض المزمنة المبادرة لأخذ التطعيم وتتمثل هذه الأمراض في مرضى السكري والقلب والضغط والربو والروماتزم والمصابين بنقص المناعة ومرضى الكلا والمزمنة والسرطان كما أن المصابين بالسمنة يندرجون ضمن الأمراض المزمنة فبحسب الدراسات فإن نسبة الوفيات ترتفع في البلدان التي ترتفع فيها مستويات السمنة فكلما زاد مؤشر كتلة الجسم بي ماي عن 25 زاد خطر التعرض للفيروس نتمنى من الجميع دعم الجهود الوطنية من خلال الالتزام بالوعي المجتمعي وزيادة الحيطة والحذر والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والمشاركة في الحملة الوطنية للتطعيم ترجمة نانسي قنقر